مواجهات عنفة تدور غرب تعز منذ أيام والهدف تحرير المدخل الغربي للمدينة وقطع امدادات الميليشيا القادمة من المناطق الشمالية تقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مدارات وسيطروا على كامل يوادي حنش ونقطة الهنجر ومواقع أخرى فيما تبقى المواجهات قائمة للسيطرة على شارع الستين والدائرية الشمالي خط امداد الميليشيا الرئيسي الموصل إلى جبهة القتال غرب تعز بعد قطع خط الحديدة يعد شارع الستين آخر خطوط امداد الميليشيا بين شرق تعز ومدينة إب ومواقعها في جبل حبشي ومقبنة والمعافر وموزع غربي تعز لهذا تقاتل الميليشيا بشراسة وتدفع بتعزيزات كبيرة إلى مناطق المواجهات فهي تعرف أن خسارتها لمواقعها هنا يعني خسارة الكثير فيما ورأها حيث تدور المواجهات في مديريات تعز الداخلية والتي تمر ميليشيات الحوث والمقلوع وتعزيزاتها إليها من هذه المنطقة وقطعها يعني انقطاع أملها في الانتصار أو مواصلة حربها الخاسرة في مديريات الساحل الغربي وبعض مديريات ريف تعز قوات الجيش الوطني والمقاومة تتقدم بشكل لافت منذ أيام بمساندة من طائرات التحالف العربي التي شنت عددا من الغارات على مواقع الميليشيا خلال الأيام الماضية وتبقى حقود للغام الكثيفة في المنطقة أكبر العوائق التي تمنع قوات الجيش الوطني من التقدم السريع وبالتزامن مع التقدم الذي تحرزه قوات الشرعية غربي تعز والهادف إلى إبعاد الميليشيا عن مدخل المدينة الغربي أكدت اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها قامت بترتيباتها لاستقبال وتأمين المواطنين والمركبات عبر طريق الموشكي كلابة كطريق مفتوحة وجاهزة بانتظار فتحها أمام حركة المواطنين من جهة الميليشيا بحسب اتفاقات سابقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة